في الدرس السابق وجدنا تسارع الجاذبية على ارتفاع 400 كم عن سطح الأرض فما السرعة التي يجب أن تنتقل فيها محطة الفضاء حول الأرض لتبقى في مدارها ولا تسقط على الأرض بفعل جذب الأرض لها بمعنى آخر لتواصل الانتقال في حركة دائرية حول الأرض تتمكن الأجسام من الانتقال في حركة دائرية بسرعة ثابتة نتيجة للتسارع المركزي الذي يؤثر عليها باتجاه المركز وهو في هذه الحالة تسارع الجاذبية هذا إذن التسارع المركزي ويرمز له بحرف C أسفل رمز التسارع يساوي السرعة أو مقدار السرعة المتجهة V تربيع على R وهو نصف قطر المسار الدائري وهو في هذه الحالة نصف قطر المدار ويساوي نصف قطر الأرض زائد ارتفاع المحطة عن سطح الأرض ويساوي 6.771 كيلو متر لحساب السرعة من هذه المعادلة اضربوا الطرفين بنصف القطر بالتالي مربع السرعة يساوي مقدار التسارع المركزي في نصف القطر السرعة تساوي الجذر التربعي للتسارع في نصف القطر باستخدام الآلة الحاسبة هذا الجذر التربعي لتسارع الجاذبية على هذا الارتفاع ويساوي 8.69 متر في ثانية تربيع في نصف قطر المسار الدائري 6.771 في عشر أس ستة متر لاحظوا أن الوحدات جميعها بالمتر التسارع متر في ثانية تربيع ونصف القطر بالمتر أخيراً الناتج يساوي 7.670 متر في الثانية إذن السرعة اللازمة للبقاء في المدار تساوي 7.670 متر في الثانية يعني هذا أن في كل ثانية تقطع محطة الفضاء مسافة تزيد عن 7.000 متر وهي سرعة فائقة جداً لتدركوا ذلك احسبوا السرعة بوحدة كيلومتر في الساعة لتحويل 7.670 متر في الثانية إلى كيلومتر في الساعة اضربوا السرعة ب 3.600 ثانية في الساعة ثم ضرب واحد كيلومتر على ألف متر باختصار متر مع متر وثانية مع ثانية يبقى كيلومتر في الساعة احسبوا الناتج باستخدام الآلة الحاسبة هذه السرعة ضرب 3600 ثم تقسيم 1000 ويساوي حوالي 27.600 كيلومتر في الساعة وهي سرعة فائقة جداً ولكن كيف يمكن أن تحافظ محطة فضاء كبيرة الحجم على هذه السرعة الفائقة؟ فالطائرات النفاثة ذات السرعة الكبيرة لا تساعدها محركاتها الضخمة على الوصول إلى مثل هذه السرعة يعود ذلك إلى اختلاف الوسط الذي تنتقل فيه فالطائرات النفاثة تنتقل في الهواء باستخدام قوة دفع الهواء وذلك بسحب الهواء ثم نفسه بقوة وسرعة كبيرة ولكن في الوقت نفسه يجب أن تواجه مقاومة الهواء فإذا توقفت المحركات عن العمل يصطدم الهواء في جسم الطائرة وينتج عن ذلك قوة احتكاك تبطئ من سرعة الطائرة لكن في الفضاء لا يوجد هواء فتنتقل الأجسام مثل محطة الفضاء هذه في الفراغ لذا ليس هناك مقاومة هواء وحسب قانون نيوتن الأول للحركة الجسم المتحرك بسرعة ثابتة يبقى متحركاً ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته الحركية وبما أنه لا يوجد هواء يقلل من سرعته يواصل الانتقال في المدار بنفس السرعة لذلك لو لم يكن هناك قوة جاذبية تؤثر على الأجسام بتسارع مركزي عندها لن تدور حول الأرض في مدارات بل ستواصل السير بخط مستقيم في الفضاء مبتعدة عن الأرض في المقابل يعني هذا أن على الجسم الذي يدور في مدار بسرعة فائقة جداً مثل هذه السرعة أن لا يغير من سرعته كثيراً فإذا قلت السرعة يسقط باتجاه الأرض ببطء وإذا زادت السرعة يخرج عن مساره ويبتعد عن الأرض لأن التسارع المركزي الناتج عن الجاذبية لن يكون كافياً لجذب الجسم وإبقائه في بسار دائري لذلك يجب أن يحافظ الجسم على سرعة معينة